السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اليوم إن شاء الله راح نبدأ درس جديد وأول درس في الفصل الخامس أو الصف الخامس الابتدائي الفصل الأول في الرياضيات أتمنى يا رب أني أنا أقدر أوصل لكم معلومة بالطريقة سهلة وأميسرة أول شي عندنا هنا راح نشوف إيش عندنا في الفصل الأول راح أحط الفصل الأول عبارة عن اثنين فيديو ونصف الدروس راح أحطها في الجزء الأول والنصف الثاني في الجزء الثاني عشان ما يكون عندنا فيديو طويل مرة فرح نقسم الفصل الأول إلى قسمين وهكذا كل الفصول راح تكون بنفس الطريقة طيب عندنا هنا راح نشوف القيمة المنزلية أول شي راح نشوف القيمة المنزلية إيش هي القيمة المنزلية؟ اللي هي زي أحد عشرات مئات أدوف هذه هي القيمة المنزلية ورح نشوف الصيغة القياسية شفناها أيضا الصيغة القياسية في رابع وخام شفناها في رابع وثالث كمان شفناها ورحين كمان راح نشوفها في خامس الصيغة التحليلية معروفة والكسر العشري اللي هو شيء جديد عليكم اللي هو اسمه الكسر العشري راح نشوفها في الدروس طيب رح نشوف اول شي عندنا التهيئة اللي هي دروس سابقة مجرد مراجعة سريعة عليها اول شي رح نحل من كل سؤال من كل فقرة سؤال واحد اول شي عندنا هنا اكتب كل عدد بما يأتي بصيغة لفظية الصيغة اللفظية اش معناها الكتابة هذه مراجعة سريعة اللفظية اللي هي كتابة يعني مثلا عندنا هنا مثلا 160 خلاص اكتب الصيغة اللفظية اكتب 160 تمام هذه هي الصيغة اللفظية وكل الارقام نكتبها بنفس الطريقة طيب ننتقل للسؤال التالي اكتب العدد الذي يمثل كل نقطة في خط العدد مثلا ناخذ الف نشوف الفين موجودة في خط الاعداد فين موجودة الف واحد نكتب الف قيمتها تساوي واحد وهكذا نشوف كل واحد قيمتها كم ننتقل للسؤال اللي بعده يقول لك اكتب اكبر من اصغر من ويساوي طبعا المقارنات الاعداد عندنا دائما عندنا الفتحة تكون جهة الكبير والزاوية تكون جهة الصغير سواء كانت كذا او كذا اذا كان الكبير من هذه الجهة رح تكون فتحة عنده لكن اذا كانت من هذه الجهة رح تكون فتحة عنده وهكذا خلاص طيب يقول لك هنا ثمانية اصغر من اثناعش ثمانية يعني اصغر من اثناعش خلاص تسوي الاشارات اللي هو يطلبك وبس خلاص جدا سهلا ما يحتاج ننتقل بعد ذلك اول درس عندنا في الوحدة كذا احنا حيئنا نفسنا للدروس لانه الدروس مرتبطة في بعضها رح نشوف الصياغ رح نشوف اذا عرفت ورجعنا الدروس السابقة رح نعرف نشوف الدروس الاخرى يقول لك هنا القيمة المنزلية ضمن البلايين القيمة المنزلية ضمن البلايين ايش هي البلايين هي رقم او منزلة قيمة منزلية عندنا ايش هي خلنشوف أول شيء في السنة اللي راحت أنتوا درستوا الملايين عشرات الملايين ومئات الملايين لكن الحين رح نشوف البليون البليون اللي هي عبارة عن المليون المليون عندنا كم صفر في المليون؟ ستة أصفر البليون فيه عندنا كم؟ تسعة تسعة أصفر خلاص طيب علشان أعد البليون كيف أعدها؟ أقول أحد عشرات مئات ألوف عشرات الألوف مئات الألوف مليون عشرات الملايين مئات الملايين بليون كذا هي بليون بالباء كذا عرفنا نعد القيمة المنزلية طيب هذا هو خلاصة الدرس تمام؟ قيمتها المنزلية يقول لك يعطيك رقم وتشوف قيمتها المنزلية مثل ما هو موجود عندنا هنا عطينا رقم بالصيغة القياسية رح نسوي صيغة تحليلية كيف رح نسوي صيغة تحليلية؟ عندنا هذه الأرقام أول شيء الأحد صفر زائد العشرات ممكن ما نكتب الأصفار على طول عادي نخليها من غير ما نكتب الأصفار إذا كتبناها ما في مشكلة عندنا أول شيء السبعة السبعة نشوف كم رقم قبلها كم رقم قبلها كم؟ ثلاثة أصفار يعني نسوي كمان ثلاثة أصفار ثلاثة أصفار زائد الأربعة الأربعة كم رقم قبلها؟ الثلاثة أصفار والسبعة يعني كم؟ أربعة أرقام واحد، اتنين، ثلاثة أربعة أربعة أرقم يعني أربعة وأربعة أصفار الأرقام اللي قبل الرقم هي اللي رح تحدد لنا الأصفار نحن نحطها في القيمة التحليلية زائد ستة كم سفر؟ كم رقم قبلها؟ ثلاثة أربعة خمسة خمسة أرقام الثلاثة أصفار وسبعة والأربعة يعني كم؟ خمسة ارقام واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة كده عرفنا نحط الصيغة التحليلية ايش هي الصيغة التحليلية نشوف الرقم وناخذ الرقم ونشوف الرقم اللي قبله كم رقم موجود قبله نحط بداله اصفار هذه الصيغة التحليلية طيب الصيغة اللفظية اللي هي كتابة خلاص طيب اذا جينا نبغى نقرأ الرقم كيف نقرأ الرقم عندنا هنا ثلاث اصفار سبعة اربعة ستة رح اسوي فاصل بين كل ثلاثة ارقام دائما اذا في عندنا رقم سواء كان صغير سواء كان كبير كل ثلاثة ارقام احب بينهم فاصل فاصل عشان اعرف اقرأ الرقم عندنا هنا احد عشرات مئات ألوف عشرات والألوف مئات الألوف انا قلت مئات يعني رح اقول ستمية وسبعة واربعين الألوف ألف يعني ستمية وسبعة واربعين ألف وما يحتاج اقرأ الأصفار تمام طيب طبعا مع الممارسة مع التكرار رح يكون رح نكون عارفين الطريقة طيب هنا معطينا رقم خلاص هذا الرقم خلاص عندنا هذا الرقم أبغى أقرأ هذا الرقم قلنا كل ثلاثة ارقام رح نحط عليهم فاصل عشان نعرف نقرأ الرقم عندنا هنا ثلاثة ارقام عندنا هنا ثلاثة ارقام عندنا هنا ثلاثة ارقام خلاص نبدأ نشوف القيمة المنزلية أحد عشرات مئات ألوف عشرات الألوف مئات الألوف مليون عشرات الملايين مئات الملايين بليون شفتوا بليون اللي في درس اليوم اللي هي تيجي بعد القيمة اللي أخذناها اللي هي مئات الملايين طيب بليون كيف أقول إحنا قسمناها ثلاث أقسام نقول بليون وستمية وخمسين مليون وثنين وسبعين الف وتسعمية كيف قرأناها الأرقام لما نقسمها بهذه الطريقة لها دورات اللي هي دورة الأحد أو دورة الواحدات دورة المئات عفوا الألوف ودورة الملايين وهنا دورة البلايين إذن واحدات ودورة ألوف ودورة الملايين ودورة البلايين تمام إذن كيف رح نقول مئة أو عفوا بليون بليون وستمية وخمسين إيش الدورة عندنا هنا مليون واثنين وسبعين إيش الدورة عندنا هنا ألف وتسعمية وحيدات يعني ما رح نوضقها وتسعمية أعيد لكم مرة ثانية هنا موجودة عندنا طبعا في الجدول شوفوها اللي هي الواحدات الألوف هذه افهموها الواحدات الألوف بعدين البلايين إيش قلنا بليون لأنها من إيش الواحدة أو دورة البلايين وستمية وخمسين إيش دورتها مليون واثنين وسبعين ألف وتسعمائة خلاص هذه طريقة لازم نعرف عندنا الأعداد كم لها دورة واسم كل دورة لها وأيضا نعرف القيمة المنزلية بكذا نقدر نقرأ الرقم طبعا دائما أقول لكم مع التكرار راح نعرف طبعا هنا عندنا الصيغة اللفظية اللي هي كتابة اللي هي بليون وستمية وخمسين مليون واثنين وسبعون ألف وتسعمائة شوفوها هنا وضح لنا إياها في الجدول نقسمها تقسيم عشان نعرفها طيب هنا راح نحل الأسئلة اللي موجودة عندنا راح نحل لكم مثلا رقم ثلاثة راح نحل رقم ثلاثة أول شيء هو قاعد يقول لك اكتب القيمة المنزلية للعدد اللي تحته خط خلونا نشوف راح نقول أحد أشارات مئات ألوف أشارات الألوف مئات الألوف مليون بعدين مليون عشرات الملايين مئات الملايين بليون عشرات البلايين هذه عشرات البلايين شوفتوا نفس الترتيب عشرات البلايين بعدين مئات البلايين التسعة إيش هي عشرات البلايين عشرات البلايين طيب كيف نقرأها خلو نقرأها لازم نتعود ونتعلم كيف نقرأ أي رقم نقسم إلى ثلاث ثلاث نقلنا دائما نقسم إلى ثلاث ثلاث خلاص هنا دورة الأحد هنا دورة إيش الألوف هنا دورة الملايين وهنا البلايين يعني رح نقول 491 بليون 306 مليون 200 ألف وخمسمية وثلاثة عشر الأخيرة ما نقول غير خمسمية وثلاثة عشر تمام طيب البليون هو نفس المليار يعني ممكن أقول 491 مليار و306 مليون و200 ألف وخمسمية وثلاثة عشر خلاص أتمنى يا رب يكون واضح نقرأ رقم آخر عندنا هنا مثلا عشان يكون التمارين هي اللي تعلمنا أكثر عندنا هنا نقسم أيضا ثلاثة ثلاثة أحد عشرات مئات ألوف عشرات الألوف مئات الألوف مليون هذه الخمسة إيش منزلتها مليون مليون عشرات الملايين يعني نقول خمسة عشر مليون طبعا رح نسويها على شكل مثل ما قلت لكم أقسام هنا واحدات وهنا ألوف وهنا ملايين طيب نقول خمسة عشر مليون وثلاثمية وتسعة وثمانين ألف خلص وانتهى أصفر خلص طيب ننتقل للسؤال التالي عندنا يقول السؤال التالي أكتب كل من العددين الآتيين بالصيغة القياسية هو أعطانا إياها رقم موجود هنا أكتبها بالصيغة القياسية الصيغة القياسية هي الصيغة اللي نعرفها العادية خلاص يقول لك اثناشر مليون اثناشر مليون وثلاثمية وأربعة وعشرين ألف ثلاثمية وأربعة وعشرين ألف وخمسمية وبس الصفر الثاني خلاص وبس هذه طيب ننتقل للسؤال اللي بعده أكتب كل من العددين الآتيين بالصيغة التحليلية ثم قرأهما واكتبهما بالصيغة اللفظية خلونا أخذ هذا الرقم مثلا راح نسوي تحليلية أولى أفضيح التحليلية ما يحتاج قلنا نخلي الأصفار بعدين نكتب الرقم ثلاثة أفوان نحط شوية مسافة عشان نكفي الأصفار ثلاثة كم صفر؟ صفرين ليش؟ لأنه في رقمين قبلها زائد واحد واحد كم صفر عندنا؟ كم رقم قبله؟ واحد دين ثلاثة ثلاثة أصفار تمام؟ زائد بعدين الصفر نخليها الثمانية الثمانية كم رقم قبلها؟ واحد دين ثلاثة أربعة خمسة خمسة أرقم يعني أكتب ثمانية وعليها كم صفر؟ خمسة أصفر زائد الخمسة كم رقم قدامها؟ واحد دين ثلاثة أربعة خمسة ستة يعني ستة أصفار خمسة واحد دين ثلاثة أربعة خمسة ستة أصفار زائد الصفر نخليها الاثنين كم رقم قدامها واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية أصفار واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية خلاص طبعا تكون كلها هذي في سطر واحد بس هنا الشاشة صغيرة عشان كده أنا حطيتها لكم تحت بعض لكن هي كلها تكون في سطر واحد هذا الصيغة التحليلية طيب إذا أبوا أكتب الصيغة اللفظية لازم أقرأ الرقم فعشان أقرأ الرقم لازم أقسمه عدة أقسام اللي هي ثلاثة ثلاثة ثم تعودنا هنا واحدات وهنا ألوف وهنا ملايين بعدها ملايين خلاص نقرأها عشرين مليون عشرين مليون وخمسمائة وثمانين ألف وألف دعا أفهم ما قسمناها ثاف ثلاثة خلاص سوري هنا عندنا واحدات ألوف وملايين خلاص أحد عشرات مئات ألوف عشرات الألوف مئات الألوف مليون عشرات الملايين مئات الملايين احنا وصلنا هنا مئات الملايين يعني مئتين وخمسة مليون وثمانمية وواحد ألف وثلاثمية خلاص لازم تقسمون صح عشان تقرؤون صح رح نكتبها نكتبها كتابة قلنا مئتان مئتان وخمسة ملايين طبعا نكتبها في سطر واحد وثمانمية ثمان ثمانية مئة ثمانمية وواحد وواحد ألف وثلاث مئة خلاص تكتبها في سطر واحد هذه الصيغة اللفظية تمام طبعا الثمانية الثانية نفسها لأنا بس حبيت أني أكتب لكم علشان تعرفون الطريقة أكيد أنكم عارفينها لأن قد أخدتها في السنين اللي راحت طيب ننتقل للصفحة التالية نفس الشيء هنا نشوف المنزلة مجرد نقول أحد عشرات مئات ألوف عشرات الألوف مئات الألوف مليون عشرات الملايين هنا الخمسة إشية نكتب هنا عشرات الملايين منزلتها طيب أكتب كل عدد بالصيغة القياسية بالصيغة القياسية عادي الصيغة القياسية 14 مليون نكتب 14 مليون و286 ألف 286 ألف و700 و700 خلص هذه الصيغة القياسية طيب اللي بعدها عندنا هنا أعطانا الصيغة تحليلية الصيغة تحليلية يبغانا نسويها بالصيغة القياسية رح أصغره عشان يكون عندنا واضح أول شي عندنا هنا كم رقم ما شاء الله أول شي رح نعند الأصفر عشان نعرف هل هي متتالية ولا لا ليش؟ لأنه إذا في صفر زايد يعني في صفر موجود في الرقم رح نشوف هنا أول السبعة طبعا ما في أحد يعني في صفر قبل السبعين بعدين لازم أول رقم يكون مغير صفر ثاني رقم يكون بصفر واحد يعني أول رقم رح يكون صفر معروف أول رقم رح يكون إيش؟ عندنا صفر زائد إيش؟ هنا قعدوا لك تحليلية صفر بعدين سبعة صفرين اللي هي ستة والأربعة ثلاث أصفر يعني أربعة بعد ذلك ثلاث أصفار بعدها أربعة أصفار الخمسة نكتبها كمان هنا أربعة أصفار اللي بعدها هتكون خمسة أصفار فرح نشوف واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة أصفار يعني بينهم في صفر لأنه إيش؟ لأنه من أربعة إلى ستة رحنا ففي صفر بينهم في العدد خلاص بعد ذلك عندنا هنا ستة نازم تكون لبعدها سبعة واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ما في بينهم صفر أوكي سبعة بعدين ثمانية نازم تكون واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية إذن العدد كيف رح يكون عندنا؟ نصغر الشاشة عشان تكون متضمنة كل الأرقام اللي موجودة رقم كبير خلاص الثمانية ثمانية ثلاثة اثنين بين الخمسة والاثنين قلنا في صفر عرفنا ما السبب؟ بعدين أربعة ستة سبعة صفر خلاص هذا هو الرقم نقرأ الرقم قلنا نقسم ثلاثة ثلاثة أحد عشرات مئات ألوف عشرات الألوف مئات الألوف مليون عشرات الملايين هنا الواحدات وهنا الألوف وهنا الملايين ايش نقول ثلاثة وثمانين مليون وميتين وأربعة ألف وستمائة وسبعين خلاص درس جدا سهل وحاولت أحل معاكم كذا تمرين علشان يكون واضح واضح إن شاء الله يارب يكون واضح المقارنة بين الأعداد الدرس التالي عندنا هنا الدرس الثاني المقارنة بين الأعداد اللي هي أكبر من أصغر من يوساوي دائما قلنا الفتحة تكون عندي الكبيرة الزاوية تكون عن جهة الصغيرة الرقم الصغير دائما الفتحة خلاص ويساوي إذا كان الرقم متساوي طيب أنا عندي لكم طريقة تقدرون على طول تعرفون الرقم أول شيء قبل كل شيء نشوف القيمة المنزلية للرقمين الرقم اللي رح نقارنهم في بعض الرقمين اللي رح نقارنهم في بعض لازم أول شيء نشوف القيمة المنزلية لكل رقم القيمة المنزلية اللي قيمتها منزلية أعلى على طول نحط عليه الجهة اللي يكون هو الأكبر أوكي يعني إيش مثلا يعني مثلا عندنا واحد قلنا فيه مثلا قلنا أحد عشرات مئات والثاني مثلا أحد عشرات مئات ألوف عشرات الألوف مثلا من أكبر في المنزلة هذه الجهة تكونون أكبر فرح نخليه هو نحط أنه الجهة اللي تكون السهم أو الزاوية فيها مفتوحة يعني رح يكون هذا العدد أصغر من هذا العدد خلاص رح نشوف أمثلة عليها علشان أنا قاعد أحاول أني أنا أختصر في الشرح و بس يكون شرح واضح إن شاء الله تكونوا فهمتوا طيب هنا عندنا مثلا خلال نشوف هنا عندنا رقمين نشوف أول شي منزلتهم هنا نشوف أحد أحد نفس المنزلة بعد ذلك نبدأ مقارنة الأرقام هنا من أكبر السبعة ولا الأربعة السبعة عشان كده حط الجهة سبعة أكبر من أربعة نشوف اللي بعدها أحد عشرات مئات ألوف هذه ألوف أحد عشرات مئات ألوف هذه كمان ألوف إذن المنزلة متساوية رح نشوف بعد ذلك الأرقام آخر رقم لازم نبدأ من آخر رقم آخر رقم عندنا هنا خمسة هنا خمسة نفس الشيء مدام نفس الشيء نشوف الرقم اللي جنبه أربعة سبعة إذن هذه أكبر من غير ما نشوف الأرقام الثانية خلاص على طول هذه هي الكبيرة خلاص أول شيء نشوف المنزل عشان ما نخبط بعدين نشوف الأرقام طيب نشوف كمان تمارين زيادة علشان التمارين ترى هي اللي تخلينا نفهم أكثر وأكثر نشوف هذا الرقم مثلا عندنا أحد قلنا القيمة المنزلة أحد عشرات مئات ألوف عشرات الألوف عشرات هنا عشرات الألوف أحد عشرات مئات ألوف عشرات الألوف ثنين هم عشرات الألوف بعدها نشوف الأرقام أول واحدة اثنين أول واحدة اثنين نشوف الرقم اللي بعده أربعة ثلاثة من أكبر الأربعة ولا الثلاثة طبعا الأربعة رح نسوي الفتحة على الجهة الأكبر إذن رح نقول هنا انه نقسمها عشان نقرأها احد عشرات مئات اولوف عشرات والأولوف واحدات هنا واحدات هنا أولوف وهنا أولوف ايش نقول هنا ثلاثة وعشرين الف وستمية واحد ثمانين اصغر من اربع وعشرين الف وستمية واحد وثمانين خلاص ناخذ مثال آخر عندنا مثلا مثال آخر عندنا مثلا هذا المثال نشوف أو شيء احد عشرات مئات اثنين هم مئات نشوف الأرقام الخمسة نفسها ثمانية تسعة من أكبر ثمانية ولا تسعة أكيد التسعة فين ايش أقول خمسمية وسبعة وتسعين أكبر من خمسمية تسعة وثمانين خلاص وهكذا اتمنى يا رب يكون الشرح واضح طبعا هذه نطبقها كمان على الأرقام الكبيرة الأرقام الكبيرة ننتقل نشوف أرقام كبيرة عندنا هنا مثلا هذه الرقم أو هذا الرقم نصغر الشاشة لأنه الرقم شوي كبير طيب عندنا هذا الرقم نشوف أحد عشرات مئات الألوف عشرات الألوف مئات الألوف مليون عشرات الملايين مئات الملايين بليون عشرات البلايين هنا عشرات وصلنا عشرات البلايين نشوف اللي الثاني أحد عشرات مئات ألوف عشرات الألوف مئات الألوف مليون عشرات الملايين مئات الملايين بليون عشرات البلايين اثنين هم عشرات البلايين الحين نشوف الأرقام نشوف الأرقام آخر رقم عندنا واحد واحد صفر صفر ثمانية ثمانية نفسها إذا هي نفسها نشوف الرقم اللي بعدها خمسة خمسة ستة ستة أربعة أربعة ثلاثة ثلاثة ثنين ثنين صفر صفر ثنين ثنين صفر واحد هنا اختلفت صفر واحد من أكبر الواحد إذن هنا كيف راح نقرأها ثلاث ثلاثة أرقام راح نقرأها ثلاث ثلاثة قلنا نقسمها ثلاثة خلنا نكبر الشاشة عشان تكون واضحة عندنا هذه ثلاث أرقام وهذه ثلاث أرقام وهذه ثلاث أرقام واحدات ألوف ملايين وبلايين خلاص إيش راح أقول عشارة عشارة بلايين وثمانمية وستة وخمسين مليون واربعمية واثنين وثلاثين ألف واحد وعشرين أكبر من من إيش نقرأ هذه نفس الشي ثلاثة 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 واحدات ألوف ملايين وبلايين إيش هي أكبر من عشرة بلايين وثمانمية وستة وخمسين مليون واربعمية واثنين وثلاثين ألف وعشرين تمام؟ طيب نشوف رقم آخر عندنا مثلا هذا الرقم نشوف هذا الرقم أول شي راح نشوف المنزلة مثل ما شفنا في التمارين الأخرى أحد أحد عشرات مئات ألوف عشرات الألوف مئات الألوف مليون عشرات الملايين مئات الملايين بليون أكي أحد عشرات مئات ألوف عشرات الألوف مئات الألوف مليون عشرات الملايين مئات الملايين بليون بليون كلها بليون فنشوف الأرقام هل هي متساوية أو في شيء مختلف هنا سبعة هنا سبعة هنا ستة هنا ستة هنا خمسة هنا خمسة هنا خمسة هنا خمسة هنا خمسة هنا أربعة شفتوا هنا أربعة وهنا اثنين شفتوا ما نستعجل للوهلة الأولى مجرد نحسها متساوية لكن هنا شوفوا الأربعة هنا قبل وهنا اثنين قبل من الأكبر؟ إذن هذه الأكبر خلونا نقرأ الرقم عندنا نقسمها ثلاثة أو نكبر الشاشة عندنا هنا ثلاثة 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 واحدات ألوف ملايين بلايين فأقول سبعة بليون وستمية وخمسة وخمسين مليون وميتين وأربعين ألف أكبر من أو أصغر من عفوا هي رح تأخذ إشارة أصغر من لا لا عفوا أصغر من أصغر من هي أصغر من من مين نقرأ هذه أيضا نقسمها إلى ثلاثة ثلاثة أرقام واحدات ألوف ملايين بلايين اللي هي سبعة بليون وستمية وخمسة وخمسين مليون واربعمية وعشرين ألف هي تكون الأكبر خلاص أتمنى يا رب المقارنة درس المقارنة جدا سهل وعرفته خلاص نلتقل للتمرين أو عفوا للدرس التالي الدرس التالي اللي هي الكسور الاعتيادية والكسور العشرية هذا الدرس يمكن يكون جديد عليكم أول مرة تشوفه درس المقارنات سهل ودرس قراءة الأعداد لكن هنا على أرقام أكبر تكون على أرقام أكبر الحين رح نشوف اليوم أيضا في هذا الفيديو الكسور الاعتيادية والكسور العشرية إيش هي الكسور الاعتيادية اللي هي الكسور اللي نعرفها عادي اللي هي واحد على خمسة واحد على ثناثة اثنين على تسعة وهذه اسمها كسور اعتيادية طيب إيش هي الكسور العشرية هذا اللي راح نعرفه في درس اليوم أول شي عندنا هنا يقول لك واحد من عشرة لما أجي أمثل يقول لك مثل واحد من عشرة معناها أرسمه في جدول راح أوريكم الفرق أول شي واحد على عشرة الرسمة حقتها راح تكون عبارة عن مستطيل في خطوط طولية تمثل لنا كم مستطيل عشرة مستطيلات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة خلاص لازم تكون مستطيل فيها عشرة مستطيلات فهنا يقول لك واحد راح تلون او عفوا راح تلون بس مستطيل واحد خلاص طبعا إذا كانت اثنين على عشرة راح تلون مستطيلين إذا كانت ثاثة على عشرة تلون ثاثة مستطيلات وهكذا خلاص هذه طريقة التمثيل العشرة التمثيل حقها العشرة العشرة التمثيل حقها يكون كذا خطوط طولية تمثل عندنا كم مستطيل قلنا عشرة مستطيلات عشرة مستطيلات خلاص عشرة مستطيلات بعدين نشوف هذه على عشرة العشرة يمثل الجزء الكلي العشرة هو الجزء الكلي لكن اللي فوق هنا رقم هو الجزء المضلل مثلا اثنين يعني رح نلون حبتين او مستطيلين خلاص اذا العشرة تعتبر هي الجزء الكلي والفوق هذي تعتبر هي الجزء الملون هذا درسناه من اول هذا هو القسور الاعتيادية اللي درسناها من اول لكن عندنا القسور العشرية اليوم رح يناخذها عندنا هنا اسمها واحد من عشرة واحد من عشرة لما نقرأها نقول واحد من عشرة يعني واحدة ملونة من العشرة اللي كعدد كلي واحدة ملونة من العدد الكل اللي هو عشرة سواء كانت كسر اعتيادي ولا كسر عشان نقرأها بهذا الطريقة لكن كتابتها كيف رح تكون عندنا هنا واحد رح نقول واحد الصفر كم عندنا الصفر في العشرة صفر واحد اذا رح نسوي فاصلة ليش لازم يكون عندنا منزلة حسب المنزلة يعني صفر اذا كانت رح اذا كانت رقمين رح نقص رقم واحد يعني ايش يعني عندنا هنا صفر واحد رح تكون عندنا خانة واحدة بعد الفاصلة خانة واحدة بعد الفاصلة طبعا الرقم اللي قبل الفاصلة عبارة عن صفر هنا بعد الفاصلة هذا نسميه واحد من عشرة واحد من عشرة رح نشوف الامثلة حقة المياه وزكية عشان نفهمها اكثر اذا كانت مثلا ملونة عندنا اثنين رح نقول اثنين من عشرة بهذه الطريقة اذا كانت ثلاثة ثلاثة من عشرة ثلاثة فاصلة نقطة او صفر خلاص هذه هي الثلاثة تعبر لنا عن الاجزاء الملونة تعبر لنا عن الاجزاء الملونة بس احنا مجرد ان احنا نعرف انها خانة واحدة بس نعرف انها على عشرة اللي موجودة ايش قبل الفاصلة طيب اذا كانت مئات عندنا واحد على مية واحد على مية كيف نمثلها في رسمة رح تكون عبارة عن مستطيل في خطوط طولية تمثل لنا كم مستطيل عشر مستطيلات طولية وعشر مستطيلات عرضية عشرة بالطول وعشرة بالعرض تقريبا خلاص تكون عشرة بالطول وعشرة بالعرض طيب هنا عندك يقول لك واحد على مية رح نلون مربع واحد لو يقول لنا اثنين على مية رح نلون مربعين ثلاثة على مية رح نلون عفوا رح نلون ثلاث مربعات وهكذا طيب كيف أكتبها كفاصلة عشرية كيف نقرأها 2 من 100 2 من 100 فكيف رح أكتبها رح أكتب مثلا إذا كتواحد على 100 رح أكتب 1 صفر فاصلة هنا تمثل الصفرين اللي موجودة طبعا الصفرين اللي موجودة من المية عبارة عن خانتين بعد الفاصلة بعد الفاصلة عفوا قبل الفاصلة طيب إذا كانت خانتين شفتوا خانة هنا وخانة هنا هي من 100 إذا كانت خانة واحدة هي من 10 من غير كلام عندنا خانتين سواء كانت رقم سواء كانت إذا كانت رقم صفر ورقم هنا رح تكون من 100 لكن إذا كانت رقم واحد قبل الفاصلة فهذا يعتبر من 10 طيب ننتقل إذا كانت من 1000 مثلا من 1000 مثلا عندنا واحد من 1000 واحد من 1000 كيف رح نسوي رح نسوي مكاعب مكاعب عبارة عن أيضا هنا مستطيلات خطوط طولية 10 خطوط عرضية 10 ونفس الشيء في هذه الجهة خطوط طولية اللي هي مستطيلات طولية 10 ومستطيلات عرضية 10 ومن هذه الجهة أيضا مستطيلات طولية 10 ومستطيلات عرضية كمان 10 تعتبر هذا المكاعب 1000 يبثل عندنا 1000 فمثلا إذا ما نقول واحد من 1000 رح نرون مربع واحد يعني يعني نعرف إنها على 1000 ونشوف القطاع الملونة عدها ونكتبها فوق الملون فوق والعدد الكلي تحت طيب كيف أكتب من 1000 كمان قلت لكم كم صفر للألف ثلاث أصفار يعني لازم تكون عندنا ثلاث خانات ثلاث خانات هذه من 1000 سواء كانت مثلا ما قلت لكم مثلا أرقام أو أرقام مع أصفار هنا رح نتعرف على طول المدام إنها ثلاث خانات هي من 1000 هي من 1000 إذن عرفنا اليوم كيف نكتب من 10 هي عبارة عن فاصلة وخلفها رقم واحد فقط من خانة واحدة فقط أو إذا كانت من 100 رح تكون عبارة عن رقمين قبل الفاصلة أو بعد الفاصلة وعندنا إذا كانت 1000 رح تكون عبارة عن ثلاث أرقام خلاص هذه هي باختصار كيف نمثلها في رسمة قلنا أنه العشاء اللي من عشرة رح تكون مستطيلات طولية عبارة عن 10 مستطيلات طولية والملون رح نشوفه حسب الكسر أما إذا كانت من 100 رح تكون عندنا مستطيلات طولية عبارة عن 10 ومستطيلات عرضية كمان عندنا 10 ونشوف الملونة وإذا كانت 1000 عبارة عن مكعب مكعب عبارة فيه خطوط طولية وعرضية تسوينا مربعات صغيرة خلاص أتمنى يا رب أنه درس واضح ومفهوم جدا سهل ما يحتاج طيب يقول لك هنا مثل كل كسر مما يلي وكتبه بالكلمات وعبر عنه بصورة 10 يكتبه بالكلمة يعني عندنا هي 7 7 من 10 مثل ما هو موضح هنا في الدرس الدرس ناخص أوكي فين نشوفها 7 من 10 نكتبها كتابة 7 من 10 طب أسويها أسويها كسر 10 أسوي 7.0 وخانة واحدة شهتوا طيب هنا 9 من 10 ونسويها كمان 9.0 خلاص طيب هنا 5 من 100 5 من 100 مدام هي من 100 يعني فيه صفر هنا بعدين 5 لأنها من 100 خلاص طيب اللي بعدها 63 من 100 63 من 100 ما يحتاج لأنه عندنا هنا خانتين خلاص بس تمام طيب هنا عندنا هنا مربعات ملونة رح نعندها ورح نكتب الكسر الاعتيادي كتبها ككسر الاعتيادي وكسرها عشان رح يللكم هذه وانتوا حلول باقي هنا هي على كم على 100 معروف الجزء هذا أو الشكل هذا هو من 100 كم واحدة ملونة خلينا نعد مع بعض واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداث اتناعش ثلاثة اربعة اش خمسة ستتاعش سبعة سبعة عشرة عالمية هذا كسر اعتيادي طيب الكسر العشري كيف رح نسويه 17.0 ما رح نحط صفر لأنه هي خانتين لأنه احنا نعرف أنه المئة قبل الفاصلة خانتين تمام تمنى يا رب يكون واضح بكذا نكون خلصنا ثلاث دروس تكلمنا فيها عن المقارنة الأعداد وتكلمنا كمان عن البلاغين وتكلمنا عن الكسور الاعتيادية والكسور العشرية اتمنى يا رب يكون واضح ومفهوم إذا عندكم أي سؤال أي استفسار رح أحط لكم هنا البركود حق انستغرام حقي إذا حابين تتواصلون معايا عندكم سؤال أو ممكن عندكم في قسم الكميونيتي في قناتي تقدرون أنا كل جمعة نزل بوست جديد تقدرون تسألوني أي سؤال سواء كان في مادة الانجليزي أو مادة الرياضيات فأنا أشرح طبعا انجليزي للبرحلة الابتدائية وفي عندي كمان أولى متوسط وثاني متوسط وكمان الرياضيات رابع وخامس وإن شاء الله ناوي كمان أبدأ في سادس إذا عندكم أي سؤال لا تترددون إن شاء الله أجاوبكم ولا تسسون تشترقون في القناة وتفعلون زر التنبيهات وكمان تحطوني لايك تقديرا لتعبي ومجهول نلتقي إن شاء الله بفيديو قادم إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي